أستاذ أحمد أهلا وسهلا أستاذ أحمد تفضل أيو أيو يا فندم السلام عليكم عليكم السلام أيو سامعيك تفضل حضرتك يا فندم أحكي بمشكلتي أه وتفضل سؤالك أنا حضرتك السؤال أنا عندي مشكلة أن نحتاج الشيخ يعني يساعدني فيها إزاي أبطالها أنا بصراح حاولت كذا مرة أن أنا أبطالها أنا بلعب لعبة إلكترونية زي الأمار كذا سامعني يا فندم تلعب يعني زي أمار أونلاين كده مثلا حاجة عن نت يعني زي أمار أيو هي أونلاين بالفلوس آه تمام فبلعب يعني بطرها على فلوس وممكن أكسب وممكن أخسر وكده فجت في مرة في سرتي مدلة فبصراحة كنت هتعب يعني وكده فحكت لمراتي نفسي أبطالها ومساحة اللابة حكت لها فمراتي سعدتني مرة وحاولت معي أن أنا بطالها وخلاص وكفاية وكده بطلتها بصراحة هو أسبوع واحد ورجعت لها تاني ليه رجعت لها تاني وأنت خسرت فيها مش عارف مش عارف ازاي يعني حاسل هي يعني قد ما انتهى أو هي في الدم لنا الشيطان لا ده الشيطان انت بس الشيطان يعني بيتحك عليك إرادتك ضعيفة مع الشيطان ومعي أني ربنا مديني كل حاجة أنا معي تفلتين مراتي حامل أقدم شهرها وهتولد وأنا ومعي زهرة بنتي فمش عارف أبطلها ازاي استغفر الله العظيم يا رب طيب وبعدين فانت رجعت تاني تلعبها رجعت ألعبها وخسرت مرة مرة تانية واكسب شوية أكسب طب يعني حتى الخسارة دي ما تحسش أن هي أرصى كده فاتبطل ما لها فاندي مش سمح حضرتك الخسارة دي الخسارة انت عملت خسار ده الخسارة ممكن تبع الفين جنيه ممكن خمس دولار طب انت معاك فلوس يعني؟ معاك فلوس ولا بتجيب فلوس منين؟ الفلوس بعد ساعات بكسبها في المسابقات الجوة الليابة بسعات بشحين بتاخد منها فلوس وتروح تخسارها تاني؟ وروح أخسارها تاني بالضبط طب انت عارف أنت أكيد حضرتك عندك كم سنة؟ والله يا فاندي أنا عندي 38 سنة طيب يعني حضرتك راجل كبير داخل على الاربعين والاربعين ده بقى سن العقل والرجولة وكل حاجة والدين وكله ده الكلام اللي تقل من سألت الشيخ قبل كده مرة وحتى يعني اشتريت حاجات من اللعبة دي بالفلوس دي أنا اللي اكسبتها اشتريت حاجات لنفسي موبايل وكلام ده طبعا كل حاجة كانت في النهاية لما بخسرها كما ممكن الموبايل مرة كسر مني فلوس حرام؟ انت عارف ان حضرتك يعني طبعا يعني حضرتك اكيد عارف ان الطريق بتاع الموضوع ده هو حرام وفي نفس الوقت انت عملت تخسر دلوقتي الفلوس اللي معايك بتخسرها ممكن بعد كده تضطر تبقى عندك ديون تستلف وتخسر فتروح في دهية بقى صح؟ في ناس بتموت انت عارف؟ من القهرة اللهم عفيدنا يعني يريد عنا الحاجات دي انا في مرة خسرت مبلغ يعني كبير حوالي 20 الف وكنت كسبانهم يعني كنت اشتريت عملة بألفين جنيه وكسبت 20 الف جنيه حرام عليك والله العزيم حصل فيك ايه بقى لما خسرت؟ حصل فيك ايه؟ لما خسرت حسيت ان انا قلبي كان هيقف طبعا ما هو احنا على فكرة احنا بنسمع الكصص دي والواحد بس بيسمحها من بعيد يعني الحمد لله اللهم عفيدنا عمرين ما شفنا حد كده حوالينا بس يعني نسمع الكصص دي ان هو مكتر يعني بيجيلهم قارة بيموتوا بسكتة قلبية انت بقى شفتها بنفسك في نفسك يعني بيجيلهم سكتة قلبية بيموتوا سمعني بس انا حسيت ان انا كان هيحصل للموضوع طيب انت دخلت في الخطر يعني الشيخ احمد عشان كده عايزة الحقنة انا كفاية الصدمات اللي انا سمعتها الشيخ احمد يرد بقى انا هتعالك نفسين بقى بعد المكالمة دي رد علي يا شيخ احمد طيب هو اخي كريم اولا اسأل الله عز وجل ان يهديك واسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليك ده في عدة خطوات اول حاجة مهم جدا لنا لازم القرب من رب العالمين سبحانه وتعالى استعينه بالصبر والصلاة فقضية اللي استعانى بالصبر على قضية اللعبة دي اللي انا ملعبش اللعبة دي فاصبر عن البعد عنها ده تحتاج الى ارادة قوية جدا الحاجة التانية اللي انا صلي وانا ساجب بينادي اللي عز وجل اتعلق بالله تبارك وتعالى وربنا مش هيضيعك بس لابد ان انت ربنا يطلع على قلبك فيرى فيه خير دي واحدة الامر التاني لازم اعرف ولازم تعرف ان انت عندك اسرة وانت بتدخل عليهم دلوقتي فلوس حرام ممكن عشان شهوة نفس ممكن تكون شهوة مال وبالتالي الفلوس الحرام هتدمرك وتدمر اولادك وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كذا كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به والتالي مش هيكون فيه بركة في حياتك مش هيكون فكر في كل ده ما يكونش فيه بركة في المال ما يكونش فيه بركة في الزوجة تلاقي الدنيا كلها فيه منغصات في الحياة الحاجة التالتة لازم تعرف ان انت بتعمل حاجة خطيرة جدا 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 مش بس اللي انت بتلعبه ده حرام لا قضية تضييع الاوقات دي كلها مهمة جدا خلي بالك الوقت والمال ما انا هتكلم بقى تضييع الاوقات عالف اخي الكريم وهم يصطرخون فيها في جهنم والعيز والله ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل شوف رب العالمين الجواب يقول اولا من نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين النصير حاجة اخيرة فيه تطبيق اسمه تطبيق واعي حاول قدر امكان انت تنزل واتحمله وتشوف وتمشي معا خطوات بيبدأ يشوف الادمان من كل حاجة ادمان من مواقع بحية ممكن ادمان من تطبيقات زي اللي انت بتنزلها اللعب زي كده وحاول تعامل معه واشرك زوجتك معاك في الحكاية دي وشوف صحبة صالحة وحاول اللي انت تلجأ الى ربك يصلي بقى ويقرأ قرآن ويسبح ويستغفر كتير فما خاب من لجأ الى ربه سبحانه وتعالى استغفر الله العظيم وقتوبه اليه وربنا يهدي ويشفيه ويعفيه ويا رب اللهم عافينا ما امتليه تبيه بعض عبادات الحمد والله لازي فضعنا نكسير من خالصة فزيه ربنا يباد عننا وعن ولادنا كل حاجة حرام يا رب امين استغفر الله العظيم وقتوبه اليه انا دعيتلكم كلكم ان شاء الله دعوة ربنا يستجبها لنا كلنا وربنا يكفينا ويعفينا ويشفيه وكل اللي زيه وكل اللي بيعملوا حاجة غلط ربنا يهديهم ويعفيهم يا رب ويشفيهم ويخفر لهم ويرحمهم ويرحمنا ويتوب علينا جميعا